في الأونة الأخيرة وفي خضم النقاشات بشأن موازنة الدولة العامة يكشف وزير المالية أفيكدور ليبرمان عن الخطة التي ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 شكل حتى عام 2026 كحد أقصى في حين تستمر أسعار جميع أنواع المقتنيات بالارتفاع في وطيرة تفوق كل التوقعات وتضع المواطنين في أوضاع حرجة بل حرجة جدا حاليا هو 5300 شكل وهناك مفاوضات بالمراحل الأخيرة للتوقيع على صفقة لرفع الحد الأدنى للأجر إلى 6000 شكل وعلى مضار خمس سنوات نحن عندنا موقف واضح بهذا الأمر هذا التعديل للحد أن أدن الأجر من 5300 إلى 6000 شكل لا يتلاءم مع موجة الغلاء ومع وطيرة الغلاء الذي نشهده والذي ينتظرنا وفقط على سبيل المثال أنا لا أريد أن أتكلم عن السيارات والتلفزيونات وما إلى ذلك أنا أتكلم عن الحاجات الأساسية اليومية كالحليب والخبز والمياه واللحم والغاز أمور جارية لا يستطيع بيت ولا تستطيع عائلة أن تتنازل عنها يعتبر البعض خطة رفع الحد الأدنى للأجور هزيلة ولا تفي بالغرض في الوقت الذي يحاول فيه لبرمن تشجيع المنافسة وفتح السوق الحر من خلال تسهيل عمليات الاستيراد بهدف خفض الأسعار التي لا تكف عن الارتفاع التنافسية الغير موجودة ما بين الاحتكاريين وشركات الاحتكارية في إسرائيل التي يتصل إلى أكثر من مئة محتكر في إسرائيل وهؤلاء هم المسيطرون سيطرة كاملة على الإنتاج ولذلك الخطر بأن يحول هؤلاء المحتكرين هذا الرفع بمعدل الأجور أو بالحد الأدنى من الأجور إلى رفع في أسعار المنتجات هذا قائم فقط لوجود المحتكرين في الاقتصاد ولذلك يجب أن نحارب الاحتكار قبل أن نتحدث عن تأثير ذلك على رفع الأسعار وهنا يكمن الخطر ويكمن المرض ويجب أن نحارب المرض وليس منع الفقراء والذين يعتشون من 5,000 إلى 5,300 شكل من تلقي زيادة في أجورهم كي يصلوا إلى معدل يمكن فيه أن يعيشوا بكرامة من اتقاضى 5,300 شكل أنت تعلم وأننا تعلم أن إمكانيته في العيش بكرامة هي متواضعة بشكل كبير جدا في السنوات الأخيرة تتعالى الأصوات المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور الذي يعتبر منخفضا جدا نسبة للدول الأوروبية وبالرغم من أن الاقتصاد الإسرائيلي أثبت متانته أمام اقتصادات الدول الأخرى إلا أن المعطيات المحلية تشير إلى فجوات كبيرة تحتاج علاج فوريا بحسب المختصين اشتركوا في القناة